بعد عامين على نشوب الحرب في اليمن ما تزال فرص الحلول السياسية تراوح مكانها فمع استمرار المعارك الميدانية على الارض وتدهور الاوضاع الانسانية تنهمك الامم المتحدة في اجراء تعديلات لخطط سلام اثبتت الوقائع فشلها مصادر سياسية مقربة كشفت عن تعديلات في خارطة كيري للسلام رافقت جولة المبعوث الاممي والد الشيخ تتضمن فك الارتباط بين هادي وعلي محسن حيث تبقي على صلاحيات كاملة لهادي مع الغاء منصب نائبه وتشكيل حكومة وطنية تفضي هذه التعديلات الى نقل القوات المتمركزة في حضر موت الى صنعاء حيث تتولى مهمة تسلم اسلحة ميليشيا الانقلاب يتزامن الحديث عن التعديلات الاممية مع تأكيد رئيس الوزراء بن دغر ان الطريق الوحيد لانهاء الانقلاب هو استعادة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة للميليشيا في ظل رفض متوقع من الميليشيا لصلاحيات كاملة للرئيس فرص نجاح التعديلات تبدو ضئيلة في ظل التباينات في المواقف الدولية فبينما خلصت جلسة خاصة لمجلس الشيوخ الامريكي الى ضرورة وقف التمدد الايراني في اليمن دعت روسيا لخارطة طريق متوازية الخطة المعدلة في نظر مراقبين قد تحدث اختراقا نسبيا في جدار الازمة اليمنية اذا ما نجحت في نيل قبول الاطراف بها لكن تجارب السلام السابقة في نظر محللين تؤكد ان التعويل على الخطط الدولية يبقى مجرد كلام على هامش الحرب ترجمة نانسي قنقر